فيقمع بينما ورد أن عائشة قد زارت القبور وبين الأحاليث التي تحرم ذلك عائشة ما كانت تزور القبور إنها زارت قبر أخيها لأنه مات وغائبا عنها قرب مكة فقال لو شهدتك ما زرتك إنه شهدت موتك ما زرتك هذا يدل على أن زيارة القبول للنساء لهم مشروعة ولهذا قالت لو شهدتك ما زرتك ولو كانت زيارة مشروعة للنساء كان زرته مطلقة ولو شهدته كما ينبغي يزور النساء البقيعة والسهداء فلم يكن النساء في عهد الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد ولا بعد الخلفة يزرون البقيعة ولا قبر الشهداء فعلم أنه استقر عندهم أن زيارة النساء لقبور غير مشروعة والحكمة والله في ذلك أن النساء مثل ما قال المشاكل الندوة قال لذلك الصبر طائفات العقل أجهزة بصيرة فلم زرنا القبور لربما وطعا منهن من الجزاء والنياحة والتفشي والتبرج ما لا سمد عقباء وهن فتنة فمن رحمة الله منعهن من اتباع الجنائز ومن زيارة القبور لأنهن لو يتبانى جنائز ربما حصل فتنة بين المشيئي الجنائز لأن قلنا رأت أن تعتني بالستر والحجاب وتحفظ وهكذا عند زيارة القبور فنقع فتن في اختلاطهن بالرجال حين الزيارة وحين تشيع الجنازة فالحكمة والله أعلم متركبة من كونهن فتنة طجلات الصبر طجلات نظر في العواقب فربما يهننا ونحن على الميت فيضره ذلك فربما أبدين شيئا من الفتنة من شعورهن أو بأجسادهن في ارتن الرجال الأحياء ويؤذن الأموات بنياحاتهن وقلة صبرهن وربك حكيم أعلم جنة